الزوجين قرروا أن هم ينفصلوا لازم يتقعد مع الولاد ويتكلموا معاهم ويفاهموهم الوضع. ما هيقولوا إيه؟ هيشتكوا من بعض. لا مش هيشتكوا من بعض بس هم يقولوا الوضع اللي هيحصل لأن يعني الأم والأب مشتركين يعني في شراكة بينهم هم الولاد. فلازم يبقوا متفقين مع بعض الوضع حتى بعد الانفصال هيبقى عامل إزاي؟ العلاقة هتبقى شكلها عامل إزاي فيما يخص الولاد أنا بتكلم فيما يخص الولاد لازم عارفها زي يعني لو إحنا شركة في حاجة ونفض الشركة خلاص ممكن كل واحد ياخد حكته لكن الولاد مين ياخد حكته؟ إحنا شركة في الولاد دي فإحنا لازم مع بعض نتفق وضعهم هيبقى عامل إزاي؟ وحتى لو حد هيقعد في بيت أو ويك أند هيبقى في بيت تاني لازم يبقى بالاتفاق بينهم والولاد يعودوا بعد كده يسمعوا الاتفاق ده ويعرفوا اللي هيحصل يسمعوا من الاتنين؟ يسمعوا من الاتنين يعملوا ميتنج ويبقى فيه اجتماع مهم ده حلوة قوي كلامك بس ياريت ويحصل يعني ياريت في الوقت ده الأب والأم يتقبلوا فكرة إن إحنا مضطرين نقعد مع بعض مضطرين نقعد محترمين قدام ولادنا ونقول لأولادنا النظام اللي هيحصل إحنا الاتنين مش حد بيقول عكس التاني وحد بيتريق التاني وحد بيهاجم التاني يعني يبقى متفقين مع بعض هيحصل إيه؟ ويتقال قدام الولاد على الاتفاق ويبقى الاتفاق واضح قدام الولاد علشان الولد يبقى مهيق للوضع الجديد ما يتفاجئش إن البيت فاضي عليه لو الأب مش يبقى موجود أو الأمة خدته وراحت بيه تاني أو راحت لبيت أهلها فجأة من غير حاجة والولد مش هيعرف يعبر إن هو مستغرب إن شكل الحياة تغير بس هو سلوكيات وحشة والأمة تبقى مستغربة أو تقول أما هو داع طب ما إحنا لازم نعرف جدر الموضوع إيه هو الولد محتاج يعرف دي الشراكة اللي بين الأمة والقب وبيتقال قبل التنفيذ